أن الله يبتل العبد علامة على محبته له لأنه ابتلاه إن ابتلاه بالبرية تكفيراً للمعصية كانت محبة وإن ابتلاه ليرفع درجته كانت محبة وإن ابتلاه ليظهر معدنه ومكانه كانت محبة وهذا كان مع عائشة أراد الله جل فعلا أن يظهر المعدن الأصيل الذي لعائشة والمكان الرفيعة التي تبوأتها عند ربها جل فعلا بل ولأبيها لما قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات هي نفسها تقول وإن شأني في نفسي لأقل هي قالت أحقر وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها القرآن أو معنى الكلام أقل من أن ينزل فيها القرآن وهي العظيمة المعظمة عند ربها الحصان البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات إن لمكانتها مكانة عند ربنا أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين فالطيبات للطيبين قال الله جل في علاء أولئك مبرؤون مما يقولون نص صريح ليبين الله كفر من قال بأن عائشة وقعت في البحشة من قال بذلك هو كافر ومن لم يكفره يقع في كفره لأنه كذب الله صريحاً ووقع في عرض النبي ليعلم الناس وتعلم الدنيا بأسرها خطر هؤلاء القوم هذه المسألة ليست بالهينة فعائشة برأها الله من فوق سبع سماوات وأقام الله بالنبي أمر النبي أن يقيم الحد على من تكلم في أرضها حتى من المؤمنين من الأنقياء أخطاءوا زلوا طهرهم الله بالحد وطرك المنافقين ليوم الدين فحسان بن ثابت جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد ومسطح جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد وأيضاً حمنة من تجاحش أخت زينا من تجاحش جلدها النبي صلى الله عليه وسلم الحد طهره لأن الثلاثة قد وقعوا وخاضوا مع الخائدين لكن هنا نقول محبة الله لعائشة تجلت بأن أنزل قرآنا في براءتها يطلع اليوم الدين وهذا الذي تمسك به ابن عباس عندما دخل عليها وهي في لحظات الموت قال لها أبشري أنت حبيبة النبي والنبي لا يحب إلا طيبا بل أنت حبيبته في الدنيا والآخرة وأنت زوجته في الدنيا والآخرة أنزل الله براءتك براءتك بقرآن يطلع من فوق السبع سماوات قالت إليك عني يا ابن عباس إني أعلم بنفسي الغرض المقصود بأن الله أظهر رفعتها ابتلاها ليظهر المعدن الأصيل